السلام عليكم واهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مدرسة الكاريزمة في مدرسة الكاريزمة بنتعلم ازاي نطور من مهارة الكاريزمة اللي عندنا ودايما بنقول مهارة الكاريزمة لان الكاريزمة هي مهارة زيها زي لما نشتغل عليها ولما نطورها المهارة دي بتكبر وبتأثر في حياتنا بصورة كبيرة جدا وبتأثر في الحاجات اللي ممكن نوصل لها علاقات احسن وشغلة احسن وحياة مردية ليك بصورة اكبر من كده بكتير وزي ما اتفعنا علشان دبني اي كاريزمة بنمشي اربع خطوات في البرنامج هنا وعلى اليوتيوب بنركز على الخطوة رقم اربعة واللي اسمها البروجيكشن او ازهار الكاريزمة اللي جواك حاول نطور ازاي تظهر الكاريزمة اللي المفروض اصلا موجودة جوانا كلنا في الحلقة دي نتكلم على فكرة الريسبكت الاحترام ازاي تحصل على احترام الناس او بمعنى صح ايه الحاجات اللي انت ممكن تكون بتعملها وتكون بتأثر على الاحترام بتاعك احترام الشخص هو جزء كبير جدا من فكرة الكاريزمة لان الاحترام بيعبر عن قد ايه الناس شايفة ان انت ليه قيمة وزي ما احنا عارفين القيمة هي من اساسيات الكاريزمة اللي كنات كلمنا عليها قبل كده وارجع ابص على فيديو اساسيات الكاريزمة مش بس كده الاحترام برضو من الحاجات اللي بتخلي لو انت عندك كاريزمة الكاريزمة دي تفضل موجودة ومستمرة مع الوقت يعني ممكن واحد يكون عنده كاريزمة ويشدك كده انك تسمع له انك تتعامل معاه ولكن لما تقرب منه وتلاقي ان احترامه اللي موجود جواه ده بالنسبة لك انت قليل تلاقي نفسك بتابعت عنه حتى لو هو عنده كاريزمة فبالتالي الاحترام هو موضوع كبير جدا من مواضيع الكاريزمة وفي الحلقة دي هناخد مع بعض خمس حاجات لو انت بتعملهم يبقى احترامك اللي انت المفروض تاخده من الناس هيكون قليل بصورة كبيرة جدا في البداية لازم افكركم انكم تعملوا اشتراك هنا في البرنامج تفعلوا خاصية الجرس عشان تتابعوا كل فيديوهات اول باول سواء كانت تلخيصات الكتب سواء كانت مدرسة الكاريزمة سواء كانت السوفت سكيلز او سواء كانت اي حاجة هنا بتحصل في البرنامج اللي من شأنها ان هي تغير حياتك ولو على اقل بلسبة واحد في المية بس فاشتراك هنا في البرنامج بيضمن لك ان انت تساهم بنفسك في انك تغير حياتك الاحسن اول حاجة انت ممكن تكون بتعملها وبتفقدك احترامك اللي المفروض تكون بتاخده من الناس هي فكرة ان انت مش مراكز مع اي حد غير نفسك ومش بتتكلم بس غير عن نفسك ساعات عشان ندي لنفسنا اهمية وسط الناس لا نفسنا بنتكلم بس عن نفسنا كل واحد اعمال يتكلم عن شغله وعن تجربه وعن ذكرياته وعن رأيه في كل حاجة موجودة وكأن الكون بيتمحور حواليه الحد كده اللي مارسه صيرة غير عن نفسه الناس بتبصره دايما على اساس ان هو الحد النرجسي الحد كده اللي عنده مرض الحد اللي مغرور بالزيادة او اناني بالزيادة حد انت مش هتحب انك تتكلم معاه وحد انت بينك وبن نفسك هتقيمه على اساس ان هو عنده احترام قليل ليك وبالتالي انت نفسك هتقلل احترامه وعشان كده اول حاجة حابب ان انا اقولها لك هو انك تندمج مع الناس وتنغمس معاهم في الاحاديث بتاعتهم هم الاول قبل ما تبتدي تتكلم عن نفسك والغلطة دي بتاخدنا للغلطة رقم اتنين واللي هي ان انت متتكلمش خالص عن نفسك اه مش معنى ان انا قلتلك انك متتكلمش عن نفسك انك متتكلمش خالص لا لو انت شخصية كويسة لو انت شخصية المفروض انا اسمع لها والمفروض ان انا اتعامل معاها والمفروض ان هي وجودة في حياتها اثر فيها يبقى انت لازم يكون لك صوت يبقى لازم يكون لك رأي يبقى لازم تكون انت بتعبر عن حاجة معينة ومش عارف كل الكلام ده غير لما تتكلم معايا وتحكيلي عن انت مين ولكن الموضوع فيه بالانس الموضوع فيه توازن ما ينفعش تبقى دايما انت بتتكلم بس عن نفسك وما ينفعش دايما تبقى انت ساكت لازم برضو تشاركنا بعض الحديث لازم تقول لنا انت مين انت بتمثل ايه انت رأيك ايه ما تبقىش الشخص اللي واقف في اي مكان او بيتكلم مع اي حد مش بيتكلم غير بس عن الناس وايه هي المشاكل بتاعت الناس اللي قدامه ويقعد يحاول ان هو يحلها ومش بيجيب سريط المشاكل بتاعته خالص ولا بيجيب رأيه الشخصي خالص سوكرات كان ليه كلمة حلوة جدا بتقول تكلم حتى اراك يعني انا مش هعرف اشوفك مش هعرف احس بيك غير لما تتكلم وبرضو في تكرة المقولة التانية اللي عكسها تماما واللي بتقول اعجبني الرجل حتى تكلم اللي هو ساعات انت بتشوف كده حد من بره حلو جدا ولكن لم هيجي يتكلم تلاقي كل الحاجات اللي انت اللي سامح حوليه دي بتنهار في موازنة في الموضوع منتاش دايما بتتكلم عن نفسك وبرضو منتاش دايما ساكت وعشان تعمل الموازنة دي صح لازم في الاول تتعلم ازاي تسمع الناس وتاخد القصص بتاعتهم دي وتتفاعل معاها وبعد كده تطلع رأيك الشخصي على القصص دي ثالت حاجة وهي حاجة غريبة شوية ولكن بتأثر على درجة الاحترام اللي انت ممكن تاخده من الناس هي فكرة الظهور بمظهر متعب مش متعب بتاع الكورة لأنا قصدي ان انت شكلك تعبان ان انت شكلك كده مرهق ان انت شكلك مكتاب ان انت شكلك مش في الفورمة عارف اللي هو الناس اللي انت تبقى وايف معهم كده تلاقيه كتاف وكده محنية وتحس ان هو تعبان كده وبتكلم كده بصوت واطي وتحس ان هو مش قادر يبصلك هو ده بالضبط لحد اللي انا مش عايزك تكونه الشخص اللي عنده كارزمة والشخص اللي عنده احترام بياخده من الناس الشخص ده دايما تحس ان هو كده شخصية ايجابية بزيادة تحس كده ان هو شخص حيوي جدا تحس كده ان فيه لمعة في عينه وهو بيتكلم حيوي كده بيتحرك بمكان للتاني وهو بيتكلم حيوي تحس ان هو كلامه فيه طاقة كده بيدهالك من الشخص كده تحس ان هو يعني تعبان كده هو وقف بيتكلم معاك وقف كده مرتخي لعضلاته والأعصاب لا الشخص ده لو حتى عنده شغل كتير جدا وتعبان جدا يوم ما بيقف يوم ما بيتكلم مع الناس بيكون بيتكلم بمنتهى الطاقة اللي عنده وانت وقف مع الناس ما تبقاش وقف اللي هو ايه وقفت المستكين كده وقفت الضعيف والغلبان والتعبان والمكتئب لا خليك وقف وقفت الحد اللي واصل جدا في نفسه الحد اللي عنده طاقة الحد اللي عنده حيوية اكبر من حيوية اي حد موجود في المكان ده رابع حاجة بتعملها وتفقدك الاحترام بتاعك اللي ممكن تاخده من الناس هو انك تقعد تبص يمينه شماله فوقه تحت وتقعد تبص على كل بيئة المحيطة بيك وتتجنب انك تبص للناس نفسها تخيل كده ان انت وقف بتتكلم مع واحد وتلاقيه كده رح طلع موبايله وقعد يبص فيه او ابتدى يبص في الساعة بتاعته او عمال يبص للناس اللي موجودين في المكان ده او ابتدى مثلا يبص على الكنتيني اللي هناك ويقولك ياه ده انا عايز اجيب شبسي من هناك مثلا الحاجات دي بتترجم ان الشخصية اللي واقفة ولا انا بتكلم معايها دي مش مهتم بيا مش محترمني وبالتالي انا كانوا من انواع بقى رد الجميل بالنسباله انا كمان هقل الاحترام لي وانت واقف مع الناس حسس دايما كل واحد فيهم انه هو اهم شخصية اتعامل مع كل واحد في يومك على اساس انه هو اهم حد في الحدث ده مهما كان مستوى الحد ده في اي حاجة ان شاء الله كن حتى بتتعامل مع السايس مع حتى يعني الوفيس بويز مع احترامي لكل الوفيس بويز الموجودين في العالم اتعامل مع كل واحد باحترام شديد جدا اتعامل مع كل واحد بالطريقة اللي انت تحب ان هو يتعامل بها معاك حتى لو واحد بيركنك في الشارع اتعامل بقى باحترام نديب اسمه بصوله انت بتتكلم معاه الكلام ده حتى لو مش هنعكس عليك من الشخص ده نفسه ولكن المحيط اللي بتفرج على الموضوع ده هيحس سادق ان انت شخصية محترمة جدا دايما نسمع الجملة دي الحد ده محترم وبيعمل الناس كلها باسلوب كويس جدا خليك انت بقى الحد ده الحاجة الخامسة اللي بتأثر بسرعة كبيرة جدا على احترام الناس ليك هو لما تقعد تتكلم بسرعة كبيرة وانت بتتكلم مع الناس انا عارف ان دي مشكلة ناس كتيرة جدا ان هما بتتكلموا بسرعة وانا واحد من الناس على فكرة اللي كنت بعدي بالمشكلة دي يوم ما اتكلم مع الناس كنت دايما غصب عني بتتكلم بسرعة واعتقد ان انا في الفيديوهات برضو بتتكلم بسرعة ولكن دي حاجة تانية ما حاجة يعني ما لهاش علاقة في فكرة ان انا بتتعامل مع الناس ازاي ولكن لما تبقى انت بتتكلم مع واحد والواحد ده اللي واف قدامك عمالي تتكلم بسرعة انت غصب عنك كده بتحس انه هو نيرفز شوية هو متوتر شعور التوتر ده بيقفل جواك حاجات تحسزك قديل حد ده كويس يعني انت عملك ما تشوف ان فيه حد متوتر ولكن ناجح عملك ما تشوف ان فيه حد متوتر ولكن توطره ده يوصلك فكرة انه هو مثلا وسيم او يوصلك فكرة مثلا انه هو وصلك في نفسه او انه هو مثلا حد يستحق الاحترام موضوع الكلام ده كنت كان فيه بكاية كتير وقلتلك من الاول خالص وانت بتتكلم مع اي حد اعمل بيس او اعمل درجة صوت سبتة كده بطيئة شوية وانت بتتكلم مع الناس وانت في النص وانت بتتكلم بالدرجة السبتة دي ممكن تعالي صوت بتاعك او ممكن توطيه او ممكن تسرعه او ممكن تبطقه ولكن ارجع دايما للبيس الاساسية اللي هي الهادية واللي هي مش عالية قوي قبل بصيركم مع التلخيص المكتوب احب افكركم بحاجة مهمة جدا كورس مدرسة الكاريزمة وثقة بالنفس الكورس اللي بيعلمك خطوة بخطوة ازاي تبني ثقة بالنفس تبان جواك وتبان قدام الناس وتغير حياتك 180 درجة الكورس ده موجود على اليرمي وموجود بخصم خاص لفترة محدودة بس ارجع شوف الناس كتبه ايه على الكورس ده وارجع شوف محتوى الكورس ده قبل متشترك فيه وادمن لك ان الكورس ده من الكورسات القليلة اللي ممكن تغير حياتك وما تنساش لو حلقة دي عجبتك تعمل حاجتين مهمين جدا اولا تعمل لايك للحلقة دي سنيا تعملها مشاركة مع اصحابك وبكانكم خلاصنا حلياتنا النهارده اسدكم دلوقتي مع ملخص مكتوب واشوفكم على خير الحلقة جاية ان شاء الله واللي اوعادكم ان هي تكون قريبة جدا 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 احنا في الشهر ده شهر ديسمبر اللي هو اخر شهر في سنة 2019 في الشهر ده هنكون مركزين ان احنا نعمل فيديوهات كتيرة عشان اقولك كده من الاخر انك لو ما الحقيقةش تعمل اي حاجة في السنة دي من شأنها تطوير نفسك ان لسه عندك 30 يوم لو اشتغلت في 30 يوم دل كويس هتلاقي نفسك عملت حاجات تفتخر بها في السنة الجديدة 30 يوم من التغيير 30 يوم انا هركز فيهم واقول انا ساعة 2019 ما طلعتش بها كده باي حيوة خلاص وبالتالي في البرنامج هنا هيكون فيه حلقات كتيرة جدا مش عايز يعني اقول كل يوم حلقة يعني لان الساعات ممكن ما اقدرش عامل كده ولكن انا فعلا هحاول ان اعمل كل يوم حلقة 30 يوم من التغيير ان شاء الله هتكون بتساوي سنة كاملة من التغيير وتطلع من 2019 وانت حاسس برضى كبيرة عن نفسك وقادر تلمس التغيير اللي حصل فيك متوسم يعني خير جدا ان شاء الله في 30 يوم الجايين دول ان هما يكونوا نقلة ليكو وكمان هنا في البرنامج اشوفكم على خير حلقة جاية اسبكم دلوقتي مع الترخيص المكتوب وشكرا لكم وكان معكم مايكل راشد برنامج الزتونة اشتركوا في القناة